لو بتعمل فيديوهات AI بإيدك فانت كده شغلها اللي هشوفت الوقت Automation كاملة بتعمل مئات الصور بضغطة زره واحدة بس من غير اشتراك من غير حدود والناس اللي شغلة بيها مش بتتكلم عنها احنا تعلمنا الAI كأنه شغل يدوي بس بأدوات جديدة مع ان المفرد ان الذكاء للصناع يعمل Automation مش يزود التعم اول ما تسمع Automation مئات فيديوهات هتفكر وتقول اكيد مدفوعة اكيد للليمتس اللي هتشوفه لا اشتراك ولا كريدتس ولا لف ودورة كنت بعمل فيديو وصائقي من 40 مشهد كوبي بيست جينيريت وفي نص الشغل قلت هو ده AI ولا ده شغل مرهق ومن هنا بدأت ادور لحد ما عملت كل المشاهد بضغطة زره واحدة بس الموضوع ابتدى لما كنت بعمل فيديو وصائقي تاريخي عن معركة عين جلود وكان مطلوب مني اعمل 40 مشهد والمفروض ان انا كنت هعمل برومت برومت عشان اطلع كل المشاهد ولما حسيت ان ده يخد مني وقت طويل قررت ان انا استخدم الـ Automation فاول حاجة عملتها حددت البرومت بتاعي واخدت كوبي وروحت الموقع تشاج بيتي وجيت هنا ضفت البرومت بتاعي وبعد كده دست على ارسال بالفعل بدأت شاج بيتي ان هو يكتب لي كل مشهد عبارة عن صورة والكلام اللي هيتقال فيه بعد ما شاج بيتي عملي للـ 40 مشهد بدأ ان هو يكتب لي 40 برومت بالشكل ده وكان مفروض ان انا اخد برومت برومت عشان احاول مشهد ولكن استخدمت طريقة جميلة جدا هتساعدني في عمل الصور بضغطة زر واحدة بس اللي هعمله بعد كده ان هحدد كل البرومت اللي انا طلبت من شاج بيتي هو يكتبها لي وتكون مترتبة بالشكل ده بعد ما حدد للـ Prime Prompt هضغط كليك يمين كوبي اصبح عندي نسخة منهم بعد كده هروح على جوجل وهكتب في البحث Auto Wisc هيظهر لي Chrome Web Store فيها Auto Wisc هضغط عليها بالشكل ده هعمل Add to Chrome ودي هعملها مرة واحدة بس وبعد كده هضغط على Add Extension هنا تم إضافة الإكستنشن بتاعتي هقدر استخدمها بعد كده عادي من غير ما أعمل الخطوة دي لو ضغطت على علامة الإكستنشن دي هتظهر لي الأداة بتاعتي هنا اضغط على علامة الدبوس هتظهر معاك الأداة في أي وقت مجرد ما تضغط عليها بالشكل ده هتظهر معاك هنا أول حاجة هنعملها هنروح نختار اللغة المناسبة أنا هختار اللغة الإنجليزية وبعد كده هنختار version 7.5 اللي هو الكلاسيك اضغط عليها بالشكل ده هيجي هنا أقول لك go to whisk اضغط عليها هيفتح whisk اللي انت مسجل حساب فيه اضغط على Enter Tool continue continue get started هنيجي هنا نختار الإعدادات بتاعت الصورة بتاعتنا أنا هختار البعد بتاعة 16 لتسعة وبعد كده هروح على المربع ده هضغط click mean paste عشان أضيف كل البرومتس اللي أنا جاهزته وبعد كده هضغط على Start هضغط على run on this project عشان ما يغيرش أي إعدادات أنا عملتها اضغط على run on this project هيبدأ دلوقتي تلقائيا go to whisk انه هو يعمل لنا كل الاربعين برومتس اللي احنا عملناهم يحولهم لصور وكمان يحملهم عندنا على الجهاز على طول هنا هعمل لي الاربعين تصميم وعمل لي كمان download لهم بعد كده هرجع على chat GPT عشان أعمل التعليق الصوتي هاجي هنا حدد التعليق الصوتي بتاعه كله بالشكل ده هاخد التعليق بتاع click mean copy وهروح لموقع إنشاء تعليق صوتي هدخل على موقع google ai studio وهضغط على turn text into audio وهاختار بعد كده single speaker وهضغط على gemini 2.5 pro وهاختار 2.5 flash وبعد كده هاجي اختار الصوت المناسب اختار الصوت وبعد كده اضغط هنا click mean paste عشان اضيف النص بتاعي واضغط على run هيبدأ يعمل التعليق الصوتي بالشكل ده هنسمع الصوت بالشكل ده زحف بلا رحمة نار من الشرق لو عجبك الصوت هنضغط على التلت نقطة دول ونضغط على download ما عجبكش ممكن تختار صوت تاني وتعمل صوت تاني تعالوا بقى نروح نعمل منتاج ونجمع الفيديو بتاعنا اول حاجة هعملها هروح على برنامج cup cut وهجيب هنا الصوت اللي احنا عملناه لو ضغطت على import هقدر اتجيب الصوت او اي صور انا عاوزها هنا انا وضفت الصوت هجيبه هنا واسحابه وحطه في timeline وبعد كده هروح هجيب الصور بتاعتي بعد كده هروح عشان اجيب الصور اللي انا عملتها باستخدام ويسك بس خلي بالك ان ويسك بيعمل اكتر من 40 صورة وبعد كده هروح عشان اجيب الصور اللي انا عملتها باستخدام ويسك بس خلي بالك ان ويسك بيعمل لك للبرومتم الواحد صورتين وممكن يعمل صورة واحدة فهختار افضل 40 صورة وهضفهم بالترتيب بعد ما حددهم هسحبهم على طول على cup cut وبعد كده هسحبهم في timeline هتلاحظ ان هم تم اضافتهم بالترتيب ولكن هتلاحظ ان هم اطول بكتير من الصوت كل هعمله هحددهم كلهم بالشكل ده وهجع على الطرف كده وابدأ ان انا اسحب شمال هتلاحظ ان هم المدة بتاعتهم بتصغر بالشكل ده لو حسيت ان هي اسرة اوي اقدر اطولها شوية كده بقت متنسكة مع الصوت بتاعه وهتلاحظ ان كل الصورة هتكون متنسكة مع كل جملة بتتقال تعالوا كده نشوف زحف بلا رحمة نار من الشرق مدن تذوب نارا عاصمة سقطت للأبد العلم يغرق دم مصراحة نتيجة جميلة جدا ومناسبة مع الكلام اللي بيتقال والاسلوب ده شايق جدا وفيه ناس كتير بتحب تتفرج عليه بعد ما خلص كل الشغل بتاعي بعمل اكسبورت اكتب اسم الفيديو واضغط على اكسبورت اصبح عندي الفيديو جاهز السيستم ده لكل الناس اللي عايز اشتغل بزكاء مش بتعب لو عايز تتعلم حاجة جديدة دوس لايك واشترك في القناة ولو نفسك تتعلم محتوى معين اكتبهولي في التعليقات واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة